اشتركوا في القناة اشرف غضبين من سيديانا وخالد زريبة من قفصة امور تهمنا البرنامج الشهري اللي يجي في اطار مشروع صحفة شأن العام لمبادرة مناظرة بشاركة مع خمس اذاعات جمعيتية تنظوي تحت الاتحاد التونسي للاعلام الجمعيتي اذاعات اليوم افقام هي واحدة اذاعات 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 هو فيها برنامج امور تهمنا في موعد جديد مع العودة المدرسية والجامعية والشبكات الشتوية الاذاعات كل ثلاث احد في شهر من نصف النهار مدى ساعة البث متزامن على جمع الاذاعات ولكن على كل اذاعة امور تهمنا يطرح المواضيع لتمس الجهة والمنطقة هذيك وخاصة ان احنا تركيزنا يكون على ولاية القاصرين بكل معتمدية هاسديينة وقفصة كثيرك نحاولون نمسوا الامور اللي تهمكم انتوما بمقترحاتكم اشكالياتكم المواضيع اللي تستنوا انها تطرح في امور تهمنا واحنا على ابواب العودة المدرسية والجامعية مهم جدا انه نكونوا مواكبين للعودة المدرسية باي حال عطي عودة المناطق الريفية الاوساط الريفية تلميذ او تلميذ المدارس الابتدائية في المناطق الريفية ظروف عودتهم المدرسية في ذل غياب النقل من اللي يتأمن شركة النقل او وزارة النقل نعرف لكلنا انه تأمين النقل في بعض العمادات يتم عن طريق النقل الريفي ظروف التنقل امتاع التلاميذ لضعف الامكانيات غياب النقل في بعض المناطق نعرف لكلنا المخاطر والتهديدات اللي تطال التلاميذ اللي يتنقلوا على ساجيهم بشي يوصلوا للمدارس الابتدائية ثم من بعد للأسف نلقوا تداعيات على غرار الانقطاع المبكر للدراسة وقت اللي نتسائلوا نلقوا من بين الأسباب المهمة هي ظروف التنقل الصعبة للتلاميذ واخترنا اليوم لو لا دي يظهر لي موضوع مهم ومواكب وحنا على أبواب العودة المدرسية وبشيكون حاضر معنا ضيفة عبر الهاتف نائب رئيس الغرفة الجهوية للنقل الريفي لأنه نقل الريفي خالد وأشرف هو اليوم اللي يأمن تنقل التلاميذ من المدارس ربما لمناطق السكنية وهذا نفس الشاي في قفصة وفي سليان موجود في كل الولايات وهو اللي يكون سبب الرئيس بشي خالي يتلامضاكم يمشوا يقرأوا ويقربوا لهم أصلا المسافة بتاح واضح احنا بش نشوفوا دون كالكنديسيون يتم عملية التنقل صديقنا شفيقي تصل لنا بسي عبدالوهاب العبيدي نائب رئيس الغرفة الجهوية للنقل الريفي اللي اليوم نطرح عليه مجموعة من الأسئلة اللي تسألها نسل كل في كل مكان حاول التنقل عبر النقل الريفي كيفش يكون الغياب النقل الريفي في بعض العمادات وفي بعض المدارس الابتدائية اليوم عنا معتمديات النجم نقوله فيها مدارس معزولة العزلة هذيك كيفش يعني فكرنا في طرق فكها العزلة هذي على التلاميذ باش ينجموا يوصلوا يقروا ينجموا يوصلوا يتعلموا ينجموا يوصلوا يتمتعوا بحق من حقوقهم الحق الإجباري والمجاني الحق في التعليم سي عبدالوهاب العبيدي صباح النور ومرحبا بيك شكرا أهلا وسهلا سي عبدالوهاب باش نستدعاك في البداية باش نسمعوا مبعاثنا أراء النيس لحقيقة هو التقرير هذي والميكروتروتوار هذي في كل من القصريين سليينة وقفصة أراء المواطنين في الأوساط الريفية على ظروف تنقل التلاميذ في المناطق الريفية وراجعين خليك معنا سي عبدالوهاب بينما يتنقلوا التلاميذ في المدن بصفة سهلة من منازلهم نحو المدارس يعاني أبناء المناطق الريفية عموما من صعوبة في التنقل حيث أنهم يتنقلون من منازلهم التي تجدها بعيدة جدا عن المدرسة في مناطق جد وعيرة يعانون مشاكل كثيرة في التنقل والالتحاق بالمدارس فإما أن يذهبون على حساب أوليائهم أو حسابهم الشخصي وإما يقطعون كيلومترات من الصباح الباكر للوصول إلى المدرسة ويعانون الكثير والكثير من المشقة إلى أن تنتهي بهم في قاعات الدرس فاقدي التركيز وفاقدي الجهد لمواصلة اليوم في المدرسة النقل في أريف القسرين مواضلة كبيرة نعانوا منها على سبيل المثال عماية دخانقة الجازية ما فيهاش حتى رخصة نقل ريفية هما صغيرات العاديين نلقوهم متقلقين برشا وعندهم برشا مشاكل أسفوار الصغيرات اللي يعيشوا في الريف ويستعملوا معظة في النقل الريفي اللي يوصلهم للمدارسة متاحهم عنا شوفوا كان جاء نهار مطر نهار الريح نهار ما جدش الكرهب أو الواج اللي توصلهم كانوا مرز الشيفور لذلك يصير برشا مشاكل بصراحة يجبهم حل شي أقرب وقت يعملوا لهم شكار توصلهم بالدار يعملوا لهم شحكاية معتها تكون تكون تنكتشير وتهزهم ديما خاطر نتصور إنهم هما يضربوا قديش من كيلو متر بشوست وصفكهم بالدار حتى شلل حتى شلل كياس بشتهزهم أكل واجه ولا تهزهم أكل كرهب يديك بالحق يلزمهم حل سريعا اليوم نجي ونحكو على مشكلة واجهنا يتنجب تكون معضة ليه مشكلة صغيراتنا أجيال تانمستقبل أجيال إحنا نحبو صلحوا بين بلاد وإش نبنوا بين بلاد سمحة صغيراتنا هذوكم يعانوا في مشكلة كبيرة بالأخص نحكو على صغيراتنا دي في الأرياء الصغار في الأرياء يعني في مشكلة كبيرة هي مشكلة النقل معضة بالنسبة لهم هي النقل الشيخاليهم هما أنهم يفيقوا ويقروا ثمانية تاعة صباح يفيقوا من الأربعة تاعة صباح ويخرج من الشيوس اللي يقرأ هو الثمانية اللي هي هذه معناها مشكلة كبيرة يعني في وقتنا تويزم الصغيرات في المناطق قريفية بخلاف أنوا نعنيوا من البنية التحتية المهترأة للمدارس العمومية طرقات زادة عندها نصيبها من المشاكل عادة في الشتاء وكتبدا المتارة تصب وإلى ثلجي تكون الطرقات وعيرة على الأخر يصعب تنقل تلمذة لمدارسهم وحتى كان فيما ناقل عمومي وإلى ناقل ريفي يتكفل بنقلهم للمدرسة فالطرقات عادة تتسكر وبالتالي تصعب مزاولتهم للتعليم إذا باش نحكو على النقل الريفي أو نقل المدرسي بجيات فوسيانا نجمو نحكو على ثلاثة مناطق منطقة بيرينو الطريق المعبد منطقة عين جنين أيضا ما تشكو مناطها عزلة كيف كيف منطقة ولد عبيد اللي الحافلة تحطهم على الطريق الرئيسي أو الطريق المعبد وما تدخلش للحي الساكاني إذن هذه أراءة العباد اللي رصدناها من ولاية قفصة سليانا القسرين ثلاثة ولايات أظامة سعب لها بتسمع فيها أي نسمع فيه كما كنت أسمع معنا في التقرير اللي سمعتها حابنا نسمع تقريق تعليق متاعك اللي كنت أسمع فيه اللي باللسبة لأننا نحنا كنا نقلين ريفي في فترة عاما نبشنا نجبدلك من الأخر اللي الحاجة الإيجابية واللي فرحان لها اللي بالحق النقل الريفي في فترة من فترة تواعنا مدة ستة سنوات ونحنا نقوم بالعمل هذا صحبة عدة أطراف متاخلة منها الجمعية المدنية ومشكورة اللي تقوم بمجهود يشكر والولاية من ناحيتها في المجلس الجهوي وبالنسبة لأننا نحنا كترصيدة في المداخل في تنظيمها العملية هذه بالحق وصلنا حققنا في ظرف خمسة سنين جانب مهم من القضاءة للانقطاع المبكرة عن الضراف في عدة مناطق إلا أني تفتقر لعدة معناتها عدة أشياء يزمها تتوفر وأرضية يزمها تكون متواجدة مش على الأقل كي نخدموا نحنا نكونوا نخدموا في أرياحية ونقوموا بالواجب منتعنا على الدم الوجه بيس عبد الوهيب احنا جايين للأحديث على مختلف الإشكاليات إشكاليات التلاميذ من حيث ترقل وكذلك إشكاليات الغرف الغرفة اللي تأمن تنقل التلاميذ لكن بيش نتدرجوا شوي إحنا بيش الناس تفهم عليش النقل الريفي ومش شركة النقل عليش النقل الريفي ومش وزارة التربية هذي الكل إحنا تفاصيل بيش نفهموها معاك سي عبد الوهيب حبينا نسأله قبل نتدرجوا في التفاصيل معناها قدش فما من رخص متاع النقل الريفي قادر ينقل تلم ذا عدد الرخص سي عبد الوهيب عدد الرخص اللي نقلت للم معنتها تخليل في حكية النقل المدرسي نعم العدد نوبر ستين ستين رخصة عنه ومقسمة على الثلاتاش معتمدية بتساوي بيس كل أنت ونقول لك المعتمدية اللي تخدم عليها للثاني عنا سبيبة عنا سبيطلة عنا فوسينة عنا خمودة عنا الجنوبية هذي المناطق اللي حالين تأمنوا نقل التلاميذ فيها بهي جايين بيش نحكو عليهش المناطق الأخرى لايك نقبل سي عبد الوهيب يهمنا ويهم الناس برشة تعرف وانت انطلقت منذ قليل تحدثت على الجامعية المدنية اللي أبرمت شراكة مع المجلس الجهوي لنقل التلاميذ ماذا بينا نعرف كثير تفاصيل اليوم الجمعية هذية يعني في أي ظروف تم إبرامل اتفاقية هذية هل أنه مندوبية تطربية شريك أو لا وشكون اليوم اللي أمن زيدة عريفة النقل بالنسبة لأصحاب سيارات النقل الريفي بالنسبة للتخير النقل الريفي شكوني أمنها عن المجلس الجهوي بمساهمة الولي اللي الولي يزمو يدفعها بمساهم بها المجلس الجهوي ومشكور على الخطوة اللي يعمل فيها بالنسبة للديوان خدمات المدرسية اللي هو يتبنى العملية برمتها والمنظم الجمعية المدنية اللي قايمة وتشرف على الموضوع هذي نعم يعني الجمعية المدنية هي اللي تشرف نعم وديوان خدمات المدرسية هو اللي أمن الامكانيات المادية والمستحقات المادية واللوجستية كل المحسوبة هو اللي بصيبك كثيرة معنات المتدخل في الموضوع هذي نعم فقط تعريج على اللي يكون تحكي فيه سي عبد الوهيب برشا نستتسائل اليوم يقولك كيما في المعاهد والإعدديات شركة النقل هي شريك في نقل عملية نقل التلاميذ شنو اللي يمنع اليوم انه بعض المدارس ما تكون شفاها شركة النقل هي الشريك هي اللي السبب الرئيسي هو البني التحتي المجدر اللي حكوا لك معندها بالحق معندها خاصة نحن كنقل رئيسي معانو في الأمر رئيسي هما بالدرجة هلولة ولداتنا ومجبورين يزمنا نوصلوهم سيواء مبلغ مازي بمقابل أو غير مقابل معاناتها نحن يزمنا نتحملوا جزء كبير من المشكلة ذيهة تتقيني لو كانت يتمشي لعدة مناطق يا رسول الله هل يعقل اني مدرسته لاد عبيد يعني انت بعد على مركز الولاية 17 كيلو متر يا رسول الله المعلم وقت للصبل امتر ما ينجمش يدخل لها كارثة مدرسته لاد نصر الله كيف كيف نعم ستة كيلو متر ستة كيلو متر ما تنجمش توصل للمدرسة كيفيش بيش نوصل من التلميذ لها وهي على مستوى الوطني مدرسته لاد نصر الله الأبعد يعني ونعرف كلنا ظروف المدرسة هذيك صحيحة والاولاد عبيد مم ستة سبعة رشان كيلو متر عالويلاد مم يعرسول الله ثلاثة كيلو متر مم 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 غير معبده هذية اشكاليات توضعكم بعد في ترق تداركها و واذا كان فما مساعي منكم اقبل لطرح الاشكالية هذه يا عبدالوهيب. لكن اهناس عبدالوهيب. اي. سمحني. فضل. كدش من مرة نطحوا الموضوع حتى على مستوى الولاية في جلسات. امم. عديد المرات. امم. يولادي رأي طرقات رأي. المسالك الفلاحية رأي كارثة. امم. مسالك الفلاحية رأي كارثة. اه يوعدونا لكن معنتها للأسف. نعم. لكن اهناس عبدالوهيب. نحن نشوف على كل نحن نعيب. اذا كان حبوا ينجح الموضوع هذا. اي. واذا كان يتحب يتعمم على كل الولايات. امم. ينزمنا الضمير قبل كل شيء. واحنا في الاخير سي عبدالوهيب. طوى نحكو على توقعاتك لنجاح التجربة هذه او لا. خليها ذيك للاخير. فقط صديقنا خالد عنده ما يسأل. كاي. اه حابة ناسك سي عبدالوهيب. علش فهم عمادات ما فيهاش نقل اه ريفي. والمدارس بعيدة ياسر معها. ما تلاهم ذا ما يلقوش بش يمشوا يقرس بق شنو سبب لي خلالي معندهم شيء. بعض العمادات اه سي عبدالوهيب ما يتوفرش فيها نقل للمدرس كي ما كنت احكي للتلاميين. فما سبب البنية التحتية يكيد لكن فما عادت اسباب اخرى نلقو عمادات تقصى من انها تتوفر فيها وخاص نقل ريفي للمدارس الابتدائية. علش شنو الاسباب. نخل ما شو بالنسبة لي نحنا ما عنيش حتى مشكل لو كان اني اه نحنا وصلنا الف وخمسمائة تلمية اه اه معنتها متحملين هم اه ستين ناقل. لو كان اني تكون ثم طلبات في اه عدة مدارس اخرى نحنا مستعدين نلبوها الجانب هاذا. مم. يقول للمدارس. معطل اهنا حسب تطلبات متاع اه عداد متاع المدرسة هذي كمعطل. اي حتى لو كان اني تكون مثلا علنا خطوط فمحني مدارس مثلا ما فيهاش نقل ريفي. اي اخويا نشوفوا لي نحنا اقرب اه نقل ريفي مثلا في المعتمدية هذي كان. اي اني اعملوا معي الكونترا و اه. بتحاولوا تنسخوا اما بينات اا مبينات ب once nya بهي خدم. اروحو عمل اه انساني بالدرجة بالدرجة لولا قبل لا يكون حتى مادي. ما ظابين اني نكون هنكون نعموا على حكاية هذي. مم. والمدنية على فكرة اني والولاية المدنية والولاية قالوا نحن هم ماذابين نزيدوا اكثر لامبر ماذابين علش منصولوش الفين وثلاثة الاف اذا كان ماذابينة سي عبد الوهيب اليوم وقت اللي ينايك مواطن يقول ماذابينة يقبلها اليوم المواطن غيري كي اسمعها لكن الولاية والادارات الجهوية تقول ماذابينة رو ماذابينة نسل كلها مالفعل شنو اللي يمنع اليوم اذا كان ماذابيهم بش ما يوفروش بالنسبة للناسبة نحن مستعدين من جانبنا نحن مستعدين نعم اللي يعنينا نحن كغرفة نحن مستعدين نلبوا اي جانب او اي طلب من اي مدرفة نوفروا لهم لق نعم في الخصوص هذا سي عبد الوهيب حبيت نسألك هل تم التواصل مع البلدية ومع ادارة الفلاحة لاجهة حلول في البنية التحتية واذا صارت معنا جلسات شنية المخرجات المتاحة شنية معناها النقاط الوصل طولها على مستوى الادارات الجهوية المخرجات المتاحة نحكو بصحيح نعم وعود ان شاء الله يا اخويا وان شاء الله يا اخويا وان شاء الله يا اخويا اي فول ان شاء الله هذي المخرجات اللي حتحصلنا له هذي اللي تعودنا بي التحتي ان شاء الله لما حاله سيد الوالي وسيد الكاتب العام انتقلوا الى مدرسة اولاد ناصر الله وانتقلوا الى مدرسة اولاده منصور وهو عدنا وان شاء الله ينشوفوه على الواقع نعم لكن انا سعب المشروع هذا على اقل العباد مش نتنفسه شوي ونحسه باكثر هاريحية ويكون العمل المتاعنا سالس وذات جدوى اكثر فاكثر نعم لكن هنا سعب الوهاب انت حكيت من قبلك على البنية التحتية وانه البنية التحتية مش موجودة باش المعات الكراها بتوصل الصغيرات يمشوا يقروا الصباح اه الهنا التوقعات الجوية اللي رسادها المعاد الوطني قال اللي وصف الشتاء متاع السنابش يكون قاسي جدا بش يكون من اعظم الشتاوات اللي موجودة معاد هل معاته متوقعين عندكم حلول كي تصب النوم باش الصغيرات اللي يمشوا يقروا ما ينقطعوش على الدراسة ان شاء الله هنكونوا ديما من تواجدين نحن 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 مهمتنا ان نكونوا متواجدين في الظروف الصعبة هذي قبلة تكون الظروف طيبة في الظروف هذي سي عبد الوهاب يجب ان نكونوا متواجدين في الظروف هذي وقت اللي تصب متر في السنوات الماضية تو ستة سنين ما شاء الله تاريخ في نقل التلاميذ كيفش تكون عملية التنقل وسهلة صعبة تنقطعها كيفش تكون بالذبت اه هي شوفي هي في معظم الاوقات يكون العمل مسترسل نحن نخدمه ديما ديما يكونوا متواجدين الا انه ثم مسالك راي ثم مسالك ما ينجمش انه بيش يعرض ولده على اقل الطريقة شوي ما ينجمش يصعب هو المعلم في حد ذاته بيش يوصل للمدرسة ما ينجمش يوصل فما بالك اني صغيرات بالنسبة للظروف الصعبة صعبة جدا ما نحكوش عليها لاني يا الله غالب هذاك هو الظرف يفرض نفسه وقال الاخر نعم لكن اني في معظم الاوقات نحن متواجدين النقل يكون متواجد لنقل التلاميذ هذه يوصلها من النقطة ايكس الى المدرسة ومن المدرسة الى المقطة ايكس هذا المطلوب منه نعم في الاخير سي عبد الوهايب لحقيقة السؤال اللي مش نسألو يعد استنكاري لانه احنا اخذينا الاجابة بين السطور من حيث كلامك نحكو على استعدادات السنة الدراسية الحالية وعادة ما تكون هاكل البهرج هذي كم تاعدنا استعد من حيث النقل من حيث اللوجيستيك وهذه كل اسم معناه تمش اقتراح اضافة بعض الرخص رخص نقل ريفي بعنوان السنة الدراسية الحالية لنقل تلاميذ في بعض المناطق شوفي مبدئين هي نحنا عنا تم الاسند الفترة الاخيرة مدة عم نوري معنا تحكية ستين رخصة جديدة في عدة مناطق في صحراوي في سبيب في خمود في عدة مناطق في يوم الحوار ستين رخصة تم اسندها لكن انه هناك ثم تعطيل فحكيت القرارات او ما يسمى بامتياز القرار باش يحبط الكره بامتاع والامتياز الجبائي نعم فهناك معنات ما تمش تفعيلها او عقد جلسات للتسريع في تسهيل ربما الامور هذه نعم وبعد تعطيل اللي هنا يريد انه سيد الوالي يسرع لنا فر الحكاية هذه يعطي الامتيازات الجبائية للمعنيين بالامر خلينا نشوفه كيفاش نضيفه عدة مدارس اخرى نعم حاليا نحن قاعدين نخدمه في شراكة وفي تواصل مستمر مع الجمعية المدنية ومع الولاية وسيد الوالي في اخر جلسة وفي الجلسة في اللجنة متاع اسناد الرخص اعلى عودة اتحدثنا في هالموضوع هذا نعم ان شاء الله نحن بإذن الله من هنا الاكتوبر تكون الامور على اتم وجه ان شاء الله نقوموا بعملنا بداية من الاكتوبر ان شاء الله نأمل نأمل ولو انه اكتوبر يعد يعني فما تأخير لا ما تمش تأخير لاني حكيت 15 يوم هذه هي بداية من الاكتوبر ان شاء الله باش نبدأ وناخد من في خدمتنا ان شاء الله ان شاء الله ونعملوا على ربي ونشوفوا عدد الاكتوبر ان شاء الله ممتاز يعطيك سحس يا عبدالوهيب العبيدي شكرا بلاي شامحني ملاحظة ملاحظة هو الشكر الجنزيل بالحق معنتها الجمعية المدنية التي قامت بيدور كبير في انجاح هذا المشروع لمدة 5 سنوات نعم لأنه نحنا نلاحظه في عدة حاجات اللي واحد حكاية الانقطاع عن المدرسة حسينة نعم معنتها قضينا عليه بجانب كبير يا سيد الله ان شاء الله نكمل وناخده عليه مزي وان شاء الله اننا نحنا معنت احكاية التسريع فيه خلاصات الناقليين وكذا وكذا ما نبقوش يا رسول الله بالعام ونحن نصلنا على كل تريميستر وكذا تكون اكثر جدا نعم طبيعي جدا اذا توفرت لكم انتم الامكانيات متاعكم ومستحقاتكم اكيد تكون ظروف التنقل والنقل خير شكرا لك سي عبد الواهيب العبيدي النائب او نائب رئيس الغرفة الجهوية للنقل الريفي بالقصرين الاولاد يظهر لي اللي كان يحكي فيه سي عبد الواهيب لا يختلف احنا احكينا شوية ممكن ركزنا اكثر على القصرين اما هذه الامر كما في قفصة في اريف قفصة كما في اريف سنين عاشرف اول حال ما يختلفش برشة بحكم نفس الظروف اللي يعيشوها تليمذة حتى الاطار التربوي في الولايات الثلاثة انا نشوف انا نعيش في منطقة ريفية من معتمدية كسرة نشوف ومعناها كنت تلميذ في وسط ريفي نمشي خمسة كيلومتر على سيجي معناها باش نخلط لمدرسة التوى معناها في 2021 نشوف في نفس المشاكل تتكرر نشوفه في وقت موسم الثلوج في موسم الامطار معناها الناس تليم ذا يوصلوا باعجوبة معناها للمقاعد الدراسة متاحة فانا امل انه تتحل المشكل هذي ان شاء الله خالت نفس الشاي اذا نفس الشاي نفس الحكاية صايرة في ثلاثة ودايات نحاول انه نلقون المحلول احنا كتراحنا الموضوع اضاء نحب ان نلقون المحلول نحب ان نقوش عنا صغيرات مقاطعين عن دراسة في وصل العام نعم بالظروف المناخية نلقون المحلول وان شاء الله نكملوا الاخر العام لابد خاصة انه احنا كما قلنا حسب توقعات الجوية على ابواب خريف وشتاة بيش يكون عادي شوية من حيث تقلوا بيت الجوية وكميات تساقط الامطار بيش تكون كذلك كبيرة ان شاء الله السلطة الجهوية كانت في الاستماع للمطالب اللي كان يحكي عليها اسي عبدالوهيب لانه اليوم زيدا اصحاب السيارات النقل الريفي يزم تكون عندهم مستحقاتهم يخلصوا في الوقت يزم تكون عندهم بعض الاعفاءات اليوم الجبائية بشي نجم يتشجع على النقل في الظروف هذيك في البنية التحتية هذيك في التقص هذيك اكيد دائما ما نستمع الكلام يكون كبير شوية مقاومة الانقطاع المبكر على الدراسة الحرب ضد القطاع لكن رأي الامور تنطلق من اشياء بسيطة جدا خلال زيارة وزير التربية مؤخرا كان زار بعض الارييف في جهة القصرين بعض المدائر السريفية في جهة القصرين كان شايف وطلع وعاين كل اشكاليات البنية التحتية في ظروف في علاقة بظروف تنقل التلاميذ نتمنى ان شاء الله ان الزيارة هذية تكون لها مخرجات وتداعيات ايجابية على عملية التنقل خاصة احنا مازلنا مواصلين معاكم في امور تهمنا بعد شوية حديثنا بلديات ميزانية البلدية واحنا في الطبك متاع اعداد ميزانيات البلديات بلدياتنا في الوقت ولا لا يحترمت قانون الجماعات المحلية ولا لا هذا حديث خليكم متابعين لامور تهمنا اشتركوا في القناة 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 والصعوبات التي تواجهها وتواجه التلاميذ اليوم في عملية تنقلهم لتلقي العلم اشتركوا في القناة هو اعداد وضبط الميزانية في الاجيل في بلدية الروحية ورئيس قايمة مستقلة صباح النور سي جليل اهلا وسهلا بكل اهلينا في سلينا شكرا نستدعاك سي جليل تكون معنا بش نستمع مع بعضنا لاراء المواطنين المواطنين شنية موقفوا اليوم من عملية اعداد الميزانية وشنو يفهم في اعداد الميزانية خليك معنا في الاستماع البلدية مش قاعدة تنخدم في خدمتها ما فماش ميزانية خطا قاعدة تفهم ميزانية راي فماش انجازات ما فماش الانجازات لمشاريع على حتى الشيء ما فماش ميزاني فيما يتعلق بالبلديات على اساس انه مش تكون ميسرة يعني للاعمال اللي قاعدة تصير على مستوى محلي او في مثابة البرلمان المصغر للمحليات لكن ما رعنا لبعد اجراءات 25 جوليا اللي تلاحظنا في مختلف البلديات مش نحكي كان على بلدية كاسيد حسين او نحكي على البلديات المجاورة اللي عندي فيها نشاطاء مجتمع مدني يتشكاهم نفس الاشكالية انه مجالس البلدية لم تعد تعقد باوانها مجالس بلدية لغايات سياسية معينة او لتجاذبات سياسية معينة ما عادش يكتمل النصاب فيها كيف زاد غياب غياب حكومة في الدولة ادى كذلك عدم مصادقة او عدم النظر في الميزانية التكملية بلديات ما تعلم حتى شيء الميزانية مش باينة حتى شيء مش هريان ما شفنا حتى شيء اليوم في ولاية سليانة البلديات تعاني العديد من المشاكل وهذا جراء معناها تأخر انجاز الميزانية كما قاعد نشوفه في العديد من البلديات حلت مناظرات كان في ولاية سليانة نشوفه في البنية التحتية قاعدة تمشي وطيح نشوف الانتصاب الفوضي ونشوفه برشا نقاس سي جلال شنية تعليقك على اللي كنا نسمع فيه علما وانه اللي كنا نسمع فيه هو اراء مواطنين من جفصة سليانة والجسري والله تعليقي انه الواقع الحالي معناها متشابه هو الاساس في كل المناطق ولكن زادا احنا نهنا في بلديات روحية في سيفتي عضو مجلس في بلديات روحية نجم نحكي على بلديتي باكتر دقة ولو كاننا انطلقت من الفصل 130 بالمجلة هو انه تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافي والتشاركي في اعداد ميزانياته نعم هذي في بلديات روحية مفقود تماما مفقود تماما والمواطن يمكن كان تنشي تسأل على ميزانية وعداد ميزانية تجاه مغيب وتجاه ما واش عارف للمراحل اللي نمروا باها ولا عارف اش تمام بالبلدية اصلا يعطيك صحة سي جلي اي تفضل اي تفضل واس اي خاصة وانه بلديات روحية ونقولها بكل مرارة وبكل اسف في اخر تقييم لأداء البلديات سنة 2013 حصلت على عدد 58 بعد ما كانت تفضل نيابة خصوصية متحصل على 85 وعننا برشة اسفاء هذي رأي كله يسق بتأخير الميزانية هوا عليه احنا ماخذين سفر على تنفيذ السفقات العمومية سفر على التنفيذ السنوي للنفقات بعنوان السيام سفر على التجديد في مجال النظاف هو اهم شي سفر على نسبة مشاركة المواطنين في اعداد برنامج السنوي للنفقات والسفر في النشر على موقع وان وهناي المعضلة هذه معضلة كبيرة يا سي جليل لحقيقة يعني وقتلي نسمع كلم هكا نزيد نتأسف اكثر على المسار المركزية والسلطة المحلية اللي اطمحنا كيما قلت انت لتحقيق مبادئها الرئيسية وهي ضمين مبدأ الشفافية انه يكون شيء واضح في عمل البلديات والتشاركية في علاقة بعمل اللي جينا والمجلس البلدي وكذلك في علاقة بتشريك المواطن يعني هذي كل سفر للأسف وبكل حسرة أنا نقوله معناها سفر للأسف وبكل حسرة نقولك كلامة ذي لأنه تدخل لموقع واب بلديات الروحية لا تجد محاضر جلسات اللي هو غير قانوني الأمر هذي غير قانوني لا وكان أعطيك حاجة من المضحكات المبكيات عضو مجلس بلدي بشيخ ومحضر جلسة يجبوا يعمل مطلب وأنا شخصين عامل مطلب مطلب نفاذ للمعلومة يعني هي المعلومة مغيبة على من هم داخل المجلس فما بينك بليهم خارج المجلس وفقط للإشارة القانونية لهناسي جاليل في مجالة الجماعات المحلية من حق كل عضو مجلس بلدي يطلع على مخرجية الجلسات بدون النفاذ للمعلومة النفاذ للمعلومة من حق المواطنيين أولى من المجلس البلدي طبعا طبعا هذا أصل معناها من المفروض شيء هادي معناها جدا أنه عضو مجلس بلدي أي عضو مجلس بلدي أنه يطلع وأنه يأخذ محضر جلسة سي جاليل سمحني بش نتعصف عليك شوية نظرا لذيق الوقت نحن بش نعود ونرجع شوية للزاوية متاعنا متاع الحديث عن الميزانيات أنت يعطيك سحرة وحطيتنا ألا باج وفهمنا أنه يفهم مشكيليات تحول دون أعداد الميزانية في وقتها وهنا جايين للأسباب الأخرى وتحميل المسؤوليات والتداعيات لكن اليوم المجلة كانت واضحة مجلة الجماعات المحلية في كل فصولها الخاصة بأعداد الميزانية مرحلة الأعداد مرحلة المصادقة التنفيذ ثم الختم هي أربع مراحل واضحة في القانون شو اليوم اللي يمنع عن 365 بلدية عدد كبير منها ما هو ملتزم بالأعداد في الوقت هو دائما القلة اللي يمنع هو أنه اللي يجين لا تعمل وأنه اللجنة أنا ديما نحكي حتى على البلدية اللي أنا فيها أنه لجنة المالية اللي هي ذات أهمية للأسف لجنة سورية رئيس بلديهم ويتفرد بكل ذلك هذا العمل وكانني إدارة معناها نحن وقت يوم برانسيب مثلاً نحن كعضاء مجلس بلدي بل يوم 30 جواب معناها في مرحلة معينة قدموا مخترحات للجنة قدموا مخترحات هذا ما تمش ثم اليوم قريب 20 سبتمبر في غرة سبتمبر ما نعرفوش شنو لندرا قدم عرض المشروع على رئيس البلدية أم لم يعرض آآ شما سيلاح نقبل 20 سبتمبر يلزم رئيس البلدية يعرض المشروع على على المكتب البلدية نعم نعم هنا سيا جلال إخي قدمت مقترحات اللجنة قدمت مقترحات الميزانية 2021 اللي جين مختلف اللي جين آآ لم نقدم اختراحات شنو السبر؟ تخصيل لما هو كيف يش تقدم اختراحات ما هو اللجنة المالية على الأقل تتقدم لأعضاء المجلس بلدي وتعلمهم بضرورة آآ تقديم اختراحات نعم 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 هذا لم يكمل سيد جلال نورمامو هذا يصير في جوان في 30 جوان يكون في تقديم حسب فصل 169 حسب الفصل 169 يجبو يكون في 30 جوان معنا معتال هنا تاو نورمامو احنا في شهر سبتمبر يكون فهم العرض المشروع على الميزانية حسب الفصل 169 احنا من المفروض تاو اليوم شنوة 19 سبتمبر غدا من 20 من المفروض هو قبل 20 من المفروض يعرضوا مشروع الميزانية على المكتب البلدي معتال هنا عدم احترام للمجلة والرزنامة لمنظية من عند وزارة الشؤون المحلي لا ولا لا مجلس بلدي التأمة ولا مكتب بلدي التأمة ولا معناها فميش اثريت معناها ادارة وكأني مؤسسة تعمل دون مجلس بلدي للأسف للأسف بطلق حاصة بالروعية نحن ليس لنا مجلس وهم فماش لهنا حل بش يتفضل الاشكالة ذا بش ترجع تخدمه معنا جيين احنا اي احنا ضرورة الدعوة للاجتماعات وضرورة الاستشارة وضرورة التشريك المواطن احنا نبحث عن تشريك عضو المجلس بلدي احنا من المفروض في مرحلة افضل ان المواطن هو اللي يكون شريكة معك هذه هي التشاركية وهذه هي النظرية الجديدة ذا ما فميش صديقي اتحدى المجلس بلدي باكملي لو تجد على صفحة واب اي لجنة من اللي هذه اللي جان عندها عاملة جلسة ولا عقدة منها اجتماع ولا عندها اثر لبلدية الروحية نعم بخصوص اللي جان اللي ذكرتهم سي جلال هل انه التقصير من الادارة ولا من اللي جان وهل انه رئيس البلدية واللي جان متصلين يعني تصير فهم كورديناسيون ويقوموا بدورهم مؤللات تصير جلسات تصير تشاور انا عبطي تقولك اخي العزيز وقتلنبدأ انا عندي مقترحات وانا عندي عمل بش نقوم بيه الرئيس المجد بلدي هو الاول الذي يوفر هذا المناخ المنائم للعمل والله من يجب نعتيك نقطة ضحك رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية حبت تعمل اجتماع فيه عنا نحن قاعة كبيرة في البلدية رئيس البلدية يطلب منها ان تحرر مطلبا في الغرض وتنتظر انا هاو انت لهنا واحدة تفهمين الخلال يعني المشكل حتى يناجم يكون من اعضاء المجلس البلدي اللي هما مهمش ملمين اصلا بحقوقهم في الاطلاع المعلومة وعلى النفيد المعلومة احنا بيدنا نمسهمين في المشكل والقانون ككل نمسهم في المشكل الفغارات القانونية سيجالي لليوم وغياب بعض التوضيحات على مستوى مجلة الجماعات المحلية صنعت تعوائق في التواصل بينكم وبين السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس البلدية؟ كان من الاجدى كان من الاجدى حتى المجلة هذي انا متأكد ان اغلبية نسمها الاغلبية للعضاء المجلس البلدية بمشكل تقرأ فيه نعم بمشكل تقرأ فيه نعم كان من الاجدى ان نصير فيه تكوين احنا متقانا شخصيا لم اتلقى اي تكوين في اي حاجة يعني ما تم اشتكوينكم في قانون الجماعات المحلية وانتم مطالبون بتنفيذ هذا القانون سبارك الله فيه صحيح رأوا يا اختي العزيزة رأوا احنا للأسف نحكي عموما نبعد على بلدية روحية رأوا عنا من القانون نذيروا عنا اعضاء مجالس البلدية اميين لا يقرؤون وانا يكتبوا نعم بك وانا رأوا ذاي كله وين يقودنا رأى وقت ينبدو ما نش متفهمين وقت نبدو ما تسمش تشاركيه وقت نبدو ما نجتمعوش وقت نبدو ما نناخشوش مع بعضنا بالقانون هذا يقودنا الى الفساد وللأسف الروحية عندنا نزلش قويات فساد في ايه في ايه في ايه سجلال 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 لانه ما كانش فم الاجتماعات دي لانه ما كانش تم التحاور لانه ما كانش تم الجلوس على الدولة والنقاش وننبحته على مصلحة الدولة ليس الجلال هنا ما نحاولوش انه احنا نلجو الحلول اكثر من المعات انا نبقوا نلوموا انو ما صارش وما صارش وما صارش عايش ما نلجوش حلول ايه 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 سعلا اسكلامك صحيح انا مش مش يكون ما دوري معناها كان هاو ما صارش هاو فما شبه هات فساد هاو فما لا حاولنا حاولنا بكل طرق أنه نقعد على التاولة وأنه نسمعه وبرقانون لكنك تلقى كان السد تلقى كان الباب المغلق يعني آخر حاجة معناه آخر حاجة أنا عادت لك آخر ما رح لك كان حديث الساعة الروحية أنه السيد الرئيس بلدي يقدم اقتراح بتمديد بيع سوق الدواب اللي أحنا عنا في إيه شبهة فشادة 2019-2021-2021 نعم أنا حبيت ناخو محضر الجلسة مخضيتوش تعليمات في الإدارة حني ما ناخدوش الجلسة سي جليل جلسة أعضاء المجلس البلدي هكا ولا؟ أو جلسة إدارة فقط نعم جلسة إدارة أو جلسة أعضاء المجلس اللي تحكي عليه جلسة لجنة لجنة تبتيب وانتوبة من حقكم الحضور أنت تنجم تحضر وهي لجنة لجنة تبتيب لجنة البيوعات نعم ما هي اللي تسند البتة باش تمشي في أعداد ميزانيات ها شهر أكتوبر نوفمبر باش ديسمبر تكون أمورهم واضحة ويصادقوا على الميزانية وانت تعرف انه الهدف هو عدم حل المجلس البلدي لانو كانت وصلوا مارس يتحل المجلس البلدي والله أنا يمكن الظروف العامة ما بعد 25 جميلة قد يكون وكأن هالمجلس البلدي تنتظر متاته وقتاش باش تتحل معناه أصبح بتنتظر في حلين نفسها وربما ماشي في السياقة دي عدم رجز الميزانية باش يتم حلها اللي هو دي ما يش مقول طالما احنا موجودين طالما يزمنا نخدمه واضح طالما احنا موجودين طالما يزمنا نقدمه لبنائدنا العفضة واختي إجراءات بحل هذا المجلس اخلي بحل واضح واضح يأتيك صح نعم مختي يأتيك صحة سي جاليل هذي احنا اللي حبينا نسمعه في الاخير انو ما فاميش العقدة او الاشكال بتاع عدم حل المجلس البلدي واضح لا 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 احنا في اي لحظة انت موجود ومسؤول في مسألة معينة من المفروض تقوم بواجبك حتى كي تبدأ علمك برغبك روجيك اما انت في اللحظة اللي تكون فيها موجود يزم تقوم بواجبك ومعندك شمزية يزم تخدم بلديتكم عندك شمزية يعتيك صحة شكرا سي جاليل لحفيض عضو المجلس البلدي ببلدية الروحية من ولاية سليانة مشكور شرفتنا بحضورك وبكل المعطيات القانونية منها كذلك ورانا نحكو في توع لمعطيات بلدية في انتظار صديقنا شفيق البناني يأمنلنا صورة الشهر اللي بيش نحكو فيها نختمو يظهر لي يا شرفاه نفس الاشكال اللي عندكم في سليانة وعنا هيدا نجم نأكدهولكم معناتها نفس الاشكالية هي موجودة معناها في الولايات الثلاثة معناها تختلف الجهات والأشخاص والقيمة اللي تحكم أما المشاكل هي نفسها معناها ما تختلف وأنا نأكد لك اللي موجودة في 24 ولاية مش كثرة الولايات وهادية تقارير قاعدة تصدر على الوزارات وكل المنظمات التي تعنى بشأن البلدي وبالسلطة المحلية هل فجوة اليوم بين رئيس البلدية والليجين وأعضاء المجلس البلدي زم ننظروا في حلول لها اليوم تقصير كذلك لدى أعضاء المجلس البلدي في أنك تراقب ثم تصمت راو من حقك أنك تضغط ودور كلاهو استشاري وضغط نعم وتتكلم أكيد لضمان سيرورة المسار هذه في الطريق الصحيح المتاع هو حفاوة حتى المشكل أكثر راو في التكوين معناها أكثرية أعضاء المجلس البلدية ومنهم بلدي تكسر المجلس البلدي جديد أنتم تلقيتوا تكوينك أعضاء أشرف المجلس البلدي المنحل تلقى أحنا معناها جزت نخدمها كاكة معناها نتطلعوا وحدنا إذا عنا إشكال ولا حاجة اشتهال شخصي أشرف أشرف قاري مجلة جماعات المحل أنا نتطلع عليها كلما ترأتار هذا هو لحقيقة لكلهم يخدموا هكا وهو راه من الوجب أنه يتم الاطلاع والتكوين نحقيقة في مجال الجماعات المحلية خالد صورة شهر بشنا رجعوا للعودة المدرسية من الشبعات عملتها على تونس كامل صورة شهر المرافقة الأمنية اللي دخلت أحدى المدارس الريفية دخلت مرافقة الأمنية مع الوزير نعم خلال زيارته منذ أيين للجهة عملت بوليمي كبيرة ياسر للجعبية خالد ولي تعليق شدني أنا معتها من التعليقات اللي شدتني فم مواطن قال أنه فهي تصير تحيات عالم بسلاح معتها عادي مشني مشكلة أنه مرافقة أمنية تدخل وهذا كان رمز من رمز الوطن أنت أنت وموقف خالد خالد نجم لو تعطي موقف رأيك رأيك سبحان الله رأيك فيه فما ناس كانت معه هذيك مرافقة أمنية عادية وهذيك رأي منطقة عسكرية على حدود منطقة عسكرية المدرسة هذيك ومتوفرة وموجودة هي رأيك تجي تشوف فهي حد شيء معت التصوير عادية على الأخر يعني مكش ضد خالد شفت خالد عنده الحياد والموضوعية الأعلمية لا حمش يعطي من الوسط أشرف أولا رأيك فالحقيقة أنا نشوفها معناها تصوير عادية المرافقة الأمنية في المدرسة الوزير في جهة كيمة القصرين وتدعيات الأمنية الموجودة هي معناها مرافقة عادية والصورة عادية جدا هو رأيك ومبرشة حاجات أخرى تنجم تجرح وإلا معناها تمس من نفسي تتلامذى أكثر من أنه وجود حاميل الوطن يحمل سلاحه معناها قدامهم معناها برشة مشاكل أخرى تصير في المدرسة معناها كنا نحكو إحنا على حكاية النقل الريفي المدرسي كنا نحكو على حكاية معناها الإطار البداغوجي المشاكل الأخرى اللي تعرضوا لها تلامذى كما معناها منتصورش أنه سلاح من عسكري في قاعة يقلق أكثر من سيجاره في قاعة معناها الهنان نجم نقوله أنه رأيك والتلام ذاي نجم يتعادوا في القياس ويشوفوا الأمنيين بسلاحاتهم وكل شيء معناها لأنها لماذا لا وجودهم في الأسباب التافة باش نحكو على إصلاح متاع مادارس إصلاح متاع كما كنا نحكو متاع النقل الريفي متاع برشة عاجات أخرى نعم والأخطيقة أنا زادة باش نعطي رأي اليوم ليس سيدش العادة أنا منحب بش رأو نعطي يا رأي لكن رأي بكل موضوعية بش يبقى بش يقولوا تناقض رأي وموضوعي ما يتقبلوش لكن بناء على المعطيين المدرسة هذية كما قلنا محاذية المنطقة جبالية منطقة عسكرية مغلقة الجهات الأمنية والعسكرية متوفرة على امتداد لـ 24 ساعة الصغيرات في المنطق هذوكم رأوا منجوشة ونبدو نفتو على ظروفهم وإحنا منش عارفين اللي فما فيهم مش كون توفى بلغم وفما فيهم مش كون فقد عائلته في انفجار وفما فيهم مش كون تعرض لعملية إرهابية وللأسف هذه حياتة والتي تعيشوا فيها يوميا زيدك على الكلام بحاجة أخر أنه علش ما نروهاش من جانب الإيجابي وأنه تلام ذيروا فيه أنه هذك الأمن اللي يحمي فيهم أنه تغلغ ديك يعيش فيه الأمان هي المشكل أنه أحنا رأي مش معناها فمش اختلاف إذا نجو الموضوعية أما المشكل في التوظيف السياسي حتى للصور التي تخرج ما كنت عن بولي تراح توظيف سياسي أشرف أنت نشوفوا توظيف سياسي معناها من أطرف كسسواء بور وجود الأمن هذا كمعناها كل يغني على ليليه كل يغني على ليليه وكل يغني على ليليه في علاقة من الصورة هذه لحقيقة برشة وجهات نظر نحترم كل وجهات النظر لكن يلزمنا نكون صادقين شوية مع وقعنا ومع أنفسنا وإحنا في أي ظروف التلميذ هذيك ولا بقي يعيش وفي أي ظروف بقي يقرأ ثم من بعد نبحث عن الأمن والأمين اللي ما هيش الأولوية الحديث خاصة أنه الزيارة يعني بزيارة وزير طربي فماش حتى تهديد أظن للتلميذ داخل القاع مشكورين لأولاد يعطيكم صح خالد وأشرف أحنا اليوم في أمور تهمنا طرقنا لذوز مواضيع طرحوا أنفسهم وإحنا على العودة والموكبين للعودة المدرسية حكينا على التنقل في الأرييف والتنقل التلميذ في المدارس الابتدائية كيفش يكون وكتحدثنا كذلك في جزء ثاني من أمور تهمنا على عمل البلديات عدد ميزانية 2022 اللي من المفروض رأي انتلق من شهر أفريل إلى موفع شهر ديسمبر تم المصادقة على الميزانية ثم بعد إذا كان فما تعون تصير من عند والي الجهة وأمين المي الذي كتواجه لمحكمة المحاسبات لكن المصادقة رأي تصير في ديسمبر اللي أكدوننا سي جلال عضو المجلس البلدي والذي لا يختلف عن دقيقة بلديات القصرين وهو كان معنا من سلينا أنه التخلف هو واضح ومؤكد من حيث الموعد ومن حيث الأحكاية نذكركم اللي برنامجمورة همنا يجي في طار مشروع صحفة العام لمبادرة مناظرة بشاركة مع خمس إذاعات جمعياتية تحت الاتحاد التونسي العالم الجمعياتي مندرا فيم نفزيوة فيم عليسا فيم دريما فيم وبالطبع السليوما فيم شكرا على الاستماع والمتابعة شكرا لكم على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي اللي في تنجموا تعودوا تتفرجوا فيه على صفحة إذاعتنا وعلى صفحة مبادرة مناظرة حلقتنا القادمة في نفس التوقيت وعلى نفس الإذاعة موعد الشهري كيف كيف مع أمور اتهمنا لبودكاست بيشكون معاكم يوم السبت خمسة وعشرية سبتمبر على صفحة مبادرة مناظرة واللي المرة هذي بشيحكي لكم على يوميات التلميذ التونسي وما أدراك دونك كونوا في الموعد شكرا شفيق البنانيا مننا لإخراج تحياتي لكم حفاوة خلالي دمتم في آمن الله اشتركوا في القناة